موسيقى انقاض تونس واجب وطني اختي اخواتي ابناء وطن العزيز فرحني والحق يقال حجم الاهتمام والتأييد اللي حتدته مواقفه الاخيرة لدى العديد من التوانسة ولسيما من فيه الشباب اللي عبرولي بطرق مختلفة عن دعمهم ومسندتهم واستعدادهم للانخيرات في واجب الانقاض لديت الوقت باش نسمحهم انا وشركائي في المشروع ونتفاعل مع مخترحاتهم اللي افادتنا بشكل كبير واحدة نقلة مهمة في استراتيجية العمل المتاعنا ونسق ومنهجية تواصلنا مع التوانسة ولانه عندنا رغبة كبيرة في تحرير المزيد من الارادات والتوسيع في نتاق المشاركة يلزمنا نعمل على تعبيد كل مكونات المجتمع حتى يكون بمقدار كل تونسي انه يساهم من موقعه في واجب الانقاض ويجعل منه اولوية وطنية وهذا من شأنه انه اهله لاحقا باش يكون الحارس الامين على ثوابت والمكتسبات واول من يتصدى الى محاولات الانحراف بها او اضعافها كما هو الحال اليوم هذا علاش من الضروري اليوم ان ننتقل بمعركة الانقاض من يتقن وخب الى رحبة المجتمع ومن النظال الفئوي الى الانخيرات المجتمعي والمواطني الواسع دون ان يكون ذلك مطية لتصفيت الحسابات وارتكاب مظالم جديدة في حق هذا الشعب ومزيد التقسيم وتعجيج الاوضاع فان كان انقاض تونس واجب وطني فان اعتماد الوسائل القانونية والمشروعة والسلمية والنظيفة في سبيل ذلك واجب اخليق لا يمكن باي حال من الاحوال ان نفرط فيه فالغاية النبيلة لا تدرك بالوسائل المشبوهة والقذرة والرداءة لا تقبلها رداءة اخرى وانقاض البلاد لا يمكن ان يتحقق بهدك الاعراض والاساءة الوطن وثوابته وصورته في الداخل والخارج كما يهمني التأكيد على ان الاستهداف الممنهج لشخصي عبد افتعال القضايا واصدار الاحكام الجائرة اللي تم تضخيمها كذبا وافتراءا لزيادة الارباك والتخويف لن يثنيني عن عزمي على اداء واجب الانقاض واعادة الامل والابتسامة وثيقة في المستقبل لابناء شعبنا دعم التونسي يعطينا قوة وتقة صحيح لكن صرخات الكثير منهم اللي كل يوم يشتكيوا من حالة الظلم والقهر اللي يصبحوا يعيشوا فيها تعتمعنا وهدف ومبرر قوي لتحركاتنا نعم التونسي صار اليوم يشعر بظلم وقهر الفقر والحرمان وتركم الديون ظلم وقهر التوابير اليومية اللي مدهوفاش الظلم والقهر في الشارع والادارات ومركز الايقاف وبرلوارات الحبوسات ظلم وقهر القوانين الجائرة اللي جعلت من الكثير من التوانسة مشاريع مساجين رأي الامعان في الظلم والقهر والتخويف صار للأسف عملية منظمة ومنهج حكم ولكن لن يقبل التونسي طويلا أن يتجرع كل يوم كأس الظلم والقهر وهو الذي نشأ أبيا وكريما على وقع نشيد رسم يقول حياة الكرامي وموت العذان هذا علاش نأكد أنه إنقاذ تونس هو في نفس الوقت إنقاذ لكرامة وعزة كل واحد فينا وماذا سيبقى لنا إن خسرنا الوطن وخسرنا الكرامة أبناء وطننا العزيز أخواتي إخوتي يقيني أنه مهما اشتد الظلم ومهما ساءت الأوضاع فإننا لا ولن نيأس من تونس اليوم إنقاذ وغدا إصلاح وأكيد أنه بحول الله مع بعضنا عازمين بلادنا ردوها خير في عامين يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أليس تطبخوا بقريب اشتركوا في القناة